وصلنا لفقارتنا التالي ونحكي فيها عن نشاطات مهمة كتير طبعا اتحاد طلبة سوريا عم يرافق الطلبة بكل مكان عبر المخيم الوطني للمبدعين اللي ضم فئات من اليافعين من مرحلة الاعدادية والثانوية لاستقطاب المواهب بشدة اشكالها لنحكي عن تفاصيل المخيم والمواهب اللي ضمها اكيد يوم معنا الاستاذ شادي ابو خير قائد فريق التدريب بمكتب المخيم الوطني والطالبات جمال سعد مشاركة بالمخيم سعد صباحكم صباح الخير اهلا وسهلا فيكم رح نبلش عندك شادي فكرة المخيم كيف كانت وكيف حضرتولك اول شي سعد صباحك نحنا كم ننظمة اتحاد شي بتطورة مهمتنا نحنا نكون عم ندعم ونتابع الشباب بسوريا بشكل عام بفئة الاعدادية والثانوية طبعا اتحاد طلبة نحنا نكمل بعض بالاخر هن الفئات العمرية الاكبر مننا بشوي نحنا فكرة المخيمات هي لمتبعد الشباب المميزين على مستوى سوريا من موسيقى لمسرح لأبداع واختراع لحوار للقاء لشعر لعدة مواهب للشباب السوري بلزبداني بالروضة حلو بأحلى موقع يا جمان يعني احكي لنا عن مشاركتك بالمخيم نبعرف انه كل حد عنده موهبة وانتي عندك موهبة خبرين عليها كمان هلق انا مشاركة بالمخيم الوطني للمبدعين الشباب هذا المخيم اللي بضم رفاق شبيبيين من كافة المحافظات السورية جينا لنكون ايد وحدة لنعمل الشغل اللي نحنا جاين مشان ونثبت وجودنا كشباب وعين قادرين بالمستقبل اللي نحنا نكون قادر ان شاء الله جمانا القاء الشعر هو يمكن اكتر شي بتحبيه وتميزتي فيه خلينا نسمع منك شي نعم رح القلكم قصيدة للشعر نزار قباني بعنوان من مفكرة عشق دمشقي سرشت فوق ثراك الطاهر الهدبا سيدي مشق لماذا لماذا نبدأ العتبا يا شام يا شام إن جراحي لا ضفاف لها فمسحي عن جبين الحزن والتعبا دمشق يا كنز أحلامي دمشق أحلامي ومروحتي أشكو العروبة أشكو العروبة أم أشكو لك العربا أدمت صيات حزيران ظهورهم فأدمنوها وباسوا وباسوا كف من ضربا سقوا فلسطين أحلاما ملونة وأطعموها سخيف القول والخطبة إن كان من زبح التاريخ إن كان من زبح التاريخ هم نسبي على العصور فإني أرفض النسب يا شام يا شام ما في جعبتي طربا استغفر الشعر أن يستجدي الطربا ماذا سأقرأ من شعري ومن أدبي حوافر الخيل داست عندنا الأدبا يا من يعاتب مذبوحا على دمه ونسف شريانه ما أسهل العتبا الشعر ليس حمامات الشعر ليس حمامات نطيرها نحو السماء ولا نايا وريح صبا لكنه غضب طالت أظافره ما أجبن الشعر إن لم يركب الغضب الله برافو عليك برافو حتى طريقة مميزة فرح بإلقاء الشعر يعني خبرنا كمان اليوم كثير في معكم مواهب وكثير عم اللحظة عند الطلاب كل حدا عنده شي خاص ومميز شلون تعرفتوا على هي المواهب بداية كيف تم الإعلان عن المخيم الطلب الموجودين يعني المميزين مثل ما قلت لنا ومبدعين متفوقين بأكتر من مجال شو أكتر المجالات اللي اختت نظركن اليوم نحن تم رصد الفئة المشاركة من خلال الوحدات والروابط والفروع وعلى مستوى القطر بشكل عام من خلال المسابقات على مستوى الروابط والفروع تمام وحسب المراتب الأوائل بتم ترشيح على المخيمات المركزية معنا عدة مواهب من إبداع واختراع أي حدا عنده فكر إبداعي واختراع بجال الإلكتروني مجال كهرباء ومجال حسوب هاي تفاصيل كلها موجودة معنا الفنون بشكل عام شعر مسرح تمثيل غناء رقص شعبي رقص بعدة أنواع وكلهم موجود معنا هاي الشباب كلها تم أعلان عنهم من خلال صفحة منظمة اتحات شبابة الثورة ومن خلال المكتب اللي بيقوم فيه المخيم ومن خلال العمل التنظيمي بشكل عام بالمخيم جمان إذا بنا نحكي عن المراحل اللي تخطيتها لحتى وصلتي للمخيم وفكرة مع بعض المخيم كمان شو هي فكرتك شو هو مشروعك إذا بدنا نقول اللي حابة تكملي فيه لقدام وطوري نفسك بمجال إلقاء الشعر وشو هي المراحل اللي تخطيتها لحتى وصلتي لهم هلق بداية من أنا وصغيرة يعني عندي موهب إلقاء الشعر القرائي المطالع يعني لحتى وصلت لمرحلة لإني أنا صار مع عادة ريادات على مستوى سوريا أربع ريادات بغضا وإضافة إلى المشاركات بمسابقات تانية غير الشبيبة وكلها الحمد لله مراكز أولى فكرة مع بعض المخيم نحن المخيم الوطني للمبدعين الشباب الشغل اللي عم نشتغل عليه كمشاركين فيه كان أول من نوعه بالفكرة بالأعمال بالمشاريع اللي عم يضربون عليها لحتى كل واحد مننا بموهبته يثبت وجوده بالأيام القادمة يعني نحن ما لنا مجرد هلق مشاركين نحن صرنا قادرين على الإنتاج من خلال الورشات اللي عم نعملها حلو كتير طيب شو الخطوة القادمة بعد المخيم هو المخيم قدير رح يبقى وشو بعد المخيم هو ست أيام اسمه تقريبا ست أيام نحن نحن نشتغل ضمن المخيم عدة محاور أول محور نحن نشتغل على الفكر العمل الريادي من خلال مشاريع متنهيد الصغر ومشاريع صغيرة لا يطلع عنا الشاب بيقدر يوصل المشروع وهلق نحن الشباب شكل عام نحن نتفكر خارج الصندوق بأفكار جديدة مشاريع جديدة تفيد مجتمعها وتفيد الواقع اللي هي موجودة فيه بالإضافة لعدة محاور المحاور الأنشطة على مسؤول الفنو بمشكل عام بحفلات السمر بالمتابعة بالضمن الفرق نحن نحن نطلع عنا آخر مخيم فرق موسيقية فرق رقص فرق مسرح منتبعهم بشكل عام على مسؤول المخيم مع هذا المخيم نحن نظل نتبعهم رح نهيئ لهم الأرضي ليقدموا هاي المشاريع هذا الفكرة عبي أمنوا فيه من خلال الجهات المعنية على الأرض الترب الخاص بي اللي تقدر تستثمرهم ضمن بيئاتهم وضمن مناطق بيقدر يختم المشروع جمال حابين نختم بشي حبة أدوينيات فضلي شعر ها هي الشام ها هي الشام بعد فرقة دهر أنهر سبعة وحور عين شمس غرناطة شمس غرناطة أطلت علينا بعد يأس وزغردت ميسلون جاء تشرين إن وجهك أحلى بكثيرا ما ما سره تشرين اسحب الذيل يا قنيطرة المجد وكحل جفنيك يا حرمون علمين فقه العروبة يا شام فأنت البيان والتبيين كل ليمونة ستنجب طفلا ومحال ومحال أن ينتهي الليمون شام يا شام شام يا شام غيري قدر الشمس وقولي للدهر كن فيكون نعم يسلم تمك يا جمال مرفقين إن شاء الله بها المخيمة وإن شاء الله نشوف دائما المواهب السورية الطلابية محتوات من قبل طلبات إتحاد وطنية طلبات سوريا شكرا لنوجود الله شكرا